السلام عليكم ازايكم وامنين ايه انا اسرق حمال النهاردة هنعمل مع بعض البقلاوة التركي بحشوتين حشوة الفوز السوداني وحشوة الفوز دو طعمها خطيف جدا وطعمها فظيع وان شاء الله هتعجبكم حب افكركم لو انتم اول مرة تشوفوا القناة اضغطوا على اشتراك فعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد المقاديل بتاعتنا عندي افوز دو مفروم بس مفروم خشن وفوز سوداني برضو ومفروم خشن في القطة وعندي كوبية من الزبدة الصيحة وعندي عجينة الفيلو او عجينة الجلاش في انواع بتبقى مخصصة للحلويات دي بتبقى ناتجتها حلوة بتبقى الورقة بتاعتها خفيفة لو مش متوفرة عادي مستخدم الجلاش العادي مفيش مشكلة اجيب ورقة من الجلاش وهتنيها على بعضها كده فيها دهنها بالزبدة اللي انا مسيحها وهبدأ اروش عليها الفول السوداني على الورقة كاملة واملك كل مكان في الواقع وهبدأ الفها رول كده على بعضه بس تبقى مضغوطة ما يبقاش فيها اي هوا خالص يعني احاول ان انا اضغطها بحيث ان ما يبقاش فيها هوا وتبقى مسكة نفسها كويس زي كده هحطوه في السنينية تكون مدهونة بالزبدة وهتجيب برضو ورقة تانية ممكن نستخدم اي حشوات بالحلبة اي نوع مكسرات مفيش مشكلة بالنسبة بقى الحشوة الفوزدو انا عايزة للورقة تبقى لونها اغضر شوية فبجيب لون وبحطه على الزبدة يدوبك نقطتين من اللون الاغضر واحطهم على الزبدة بتدي لون اغضر شوية فبدهن بيهم ورقة الورقة الكليش وبعدين احط الفوزدو اللي انا فرمته برضو على طول الورقة كاملة زي كده باملة الورقة بتدي لون جميل هو الفوزدو بيدي لون اغضر بس بزيادة لون اللي انا بحطه على الزبدة فبيدها اللون جميل جدا برضو بلفها وحاول ان انا اضغطها ما خليش فيها اي هواة عشان تبقى مسكة نفسها بعد ما لفيت كل الكلمية بيين الفرق ما بين اليلاريوليس والفوزدو السوريني بيين الفرق في اللون هبدأ قطعها من قطعة صغيرة مقصية صغيرة كده بتبقى شكلها حلوة قوي في التعديم وهجيب بقى الزبدة اللي انا لو انتهى بالاغضر هاتهن بيها اللي اوليش اللي انا حشيته بالفوزدو وهجيب زبدة تانية مع الهاشلون هاتهن بيها برضو البقلاة اللي انا حشيتها بالفوزدو عشان يبقى فيه فرق ما بين الاثنين احاول عدهنهم كويس وسقيهم كويس بالزبدة واسيبهم بس خمس دايق كده حتى ما تشربوا كل كمية الزبدة اللي انا حطيتها اللون هحطها في الفرن على درجة حرارة 180 وعرفك الاصبت لحتى ما داخل لون من تحته من فوق زي كده بالصغيرة وهي سخنة هسقيها بالشرباط البارد وقمنا مقديل الشرباط ثلاث كبات من السكر عليهم كباتين من الميا اول ما تغلي احط عاصلة ثمونة واسيبها تغلي لمدة عشر دقايق وحط عليها فنيجة في الاخر ايدي شكلها جميل جدا تحفظ يعني بقلاوة توجي بيد عمار رضيب وبتبقى دايبة كده ان شاء الله لما تجربوها تعجبهم اوش بقى عليها من فوق كده شوية اوش بزيادة حلاوة يعني وان شاء الله هياكي بكل وصفة لو اعجبتكم بقى لايك وشير وسبسكرايب تستمونا الفيديو تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر